السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم والله نتكلم فيه في الفيديو ده عن ان الزمالك محصن ضد مفاجآت كأس مصر وده كان منذ السقوط امام فريق بني عبيد فخليكم معانا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي الزمالك محصن ضد مفاجآت كأس مصر فيستهل الزمالك مشواره في النسخة الحالية من بطول كأس مصر بمواجهة فريق بروكسي في دور ال32 يوم السلساء وتقام مباراة الزمالك وبركسي على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الساعة السالسة مساء بتوقيت القاهرة بروكسي هو نادي تأسس عام 2019 وينشط حاليا في دوري الدرجة التانية ما يجعله احد المكافحين الطامحين لتحقيق مفاجآة في الكأس باقصاء احد الاندية الكبيرة يصطدم تموح نادي بروكسي بحصانة الزمالك تدام مفاجآت كأس مصر استمرت لقرابة 15 عام اخر سقوط في كأس مصر كان للزمالك امام فريق لا ينافس في الدوري الممتاز كان في عام 2008 امام بني عبيد احد اندية الدرجة التالتة وقتها والزمالك سقط امام بني عبيد بهدف دون رد في دوري 32 من بطولة كأس مصر في نسخة 2008 2009 ومنذ ذلك الحين خاض الزمالك 53 مباراة في كأس مصر خسر في خمسة منها فقط امام النادي الاهلي 2010 وامبي 2011 والمصري 2017 وطلع الجيش 2020 وبرابنز 2023 جذير بالذكر ان نادي الزمالك انتقم من فريق بني عبيد بعدها بسنتين فقط في نفس الدور حيث اقتسحوا بسداسية دون رد وعد السقوط امام بني عبيد في 2008 حقق الزمالك سبع القاب في بطولة الكأس طبعا مباراة الزمالك وبروكسي انتهت بفوز نادي الزمالك على بروكسي بنتيجة 3-2 بعد اشواط اضافية ادى فيها فريق بروكسي مباراة اكتر من رائعة ومباراة كان فيها فريق بروكسي اقوى احسن من نادي الزمالك فالزمالك كان متأخر لمرتين في الشوط الاول والتاني كانت النتيجة 1-0 ثم تعادل 1-1 ثم 2-1 لبروكسي ثم تعادل 2-2 ثم هدف الديقة 99 لصالح نادي الزمالك ولكن هناك بعض الاقاويل ان نادي بروكسي كان قد ظلم في ضربات جزاء في هذا اللقاء وهناك بعض الانباء برضا ان تم تجميد حكم لقاء الزمالك وبروكسي بعض الاخطاء التحكمية الفادحة التي ارتكبها في هذه المباراة وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ان الزمالك محاصن ضد مفاجأة كأس مصر منذ السقوط امام فريق بني عبيد ففي النهاية بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك في هذه البطولة عشان نتمتع اكتر واكتر ونشوف الحلويات ومدرسة الفن والهندسة في هذه البطولة طبعا فريق الزمالك في البطولة الماضية كان خسر امام بيرامد في الدور قبل النهائي ولم يصل الى النهائي بعد خسارة المباراة برقلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي من نتيجة واحد واحد وكان الزمالك انسحب او اعتذر من بطولة السوبر المصري هذا الموسم ولعب مكانه فريق بيرامد في المباراة كانت ما بين الاهلي وبرامد وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء بعد وقت اضافي كان الوقت الاصلي انتهى بنتيجة سفر سفر وسجل النادي الاهلي هدف لعلي معلول من ركل الجزاء وانتهت النتيجة بنتيجة واحد سفر عشان يفوز الاهلي بالصوبر المصري فنتمنى التوفير لنادي الزمالك في هذا الموسم وانه هو ينافذ على هذه البطولة بطولة الكأس الغلي البطولة اللي دايما محببة عند نادي الزمالك وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين